هلو برايماري تو اهلا بكل طلابي طلاب تانية ابتدائي مكملين مع بعض منهج كوننكت وصلنا ليونت ثري لسون فور من كتاب المعاصر بنشرح لسون بيتج وان هندرد ان ففتي سري يلا بينا نشوف مع بعض درسنا النهاردة بيتكلم عن ايه درسنا النهاردة بيتكلم على الفونكس الصوتيات يعني ايه يعني بيقولي على ساوند ال ايه ال ايه لما بيجي بعده ال ار وعلى ساوند ال اس لما بيجي بعده ال اتش بيديني ساوند ايه او صوت ايه يلا بينا نشوف ال ايه لما بيجي بعدها ال ار بعمل ايه انا زي ما انا عودتكم ان الحرف ال ايه مرتبط معايا بايه بقى مرتبط معايا بمد الالف العربي صح هنا الايه مع ال ار بانطقها كأنها مادة الالف عادي زي عربية كار كار صح كده عارفة ان السي بانطقها حرف الكاف ساوند كي كي تمام هنا احنا عارفين ايه في كلمات معينة في كار بانطق السي حرف الكي وبعدها ايه ار كار طيب سمكة القرش شارك شارك براية شاربنر شاربنر هنشوف بقى الساوند التاني الصوت التاني اللي هو الاس مع ال اتش عارفين ان زي في العربي في الانجليش الحروف بنلاقيها بتقابل يعني بنلاقي حروف في اللغة العربية بتقابل لترز حروف في الانجليزي في حروف معينة مش بنلاقيها فعملوا ايه حطوا حرف جنب حرف يعني حرفين عشان يدوني الحرف اللي هو مش لقياه في الانجليش بالعربي يعني عملنا الاس جنب ال اتش عشان يدوني ساوند ش ش حرف الشين زي هنا في كلمات سمكة يعني فش الاس مع ال اتش يدوني ساوند ش ش ش فش سمكة كمامة معناها تراش تراش ش خروف شيب شيب محل شب شب الاس مع ال اتش تي شيرت ان هو بالعربي زي بالانجليش شوية تي شيرت تي شيرت سمكة ارش ش ش شارك شارك براية شاربنر شاربنر الاس مع ال اتش ادتني ساوند ش شاربنر عشان كده الكلمات دي لما هنيجي نكتبها هنلاقي الاس اتش عندي كده اهو الاس مع ال اتش ادوني حرف شين ساوند بتاع ش ش ش حرف اشين يعني هنا لما اجي اكتب كلمة زي كلمة شب مثلا محل هكتبها ازاي هكتب اس اتش وبعدها ش ش شو شو ادي ال او شب بق بق حرف ال ب بقت كلمة محل شب بمجرد ان انا عرفت ان الاس اتش ادتني ساوند ش كلمة شارك اكتبها ازاي ادي انا عرفة اول ما هتملة ان انا ايه ش ش حرف ايه على طول ادي الاس مع ال اتش كده كتبت الساوند اللي هو ش ش ش حرف ايه ايه مد الالف حرف الايه ش ر ر حرف ايه ده ار ش ش ادي الك بقت عندي الكلمة خلاص كتبتها اللي هي ش ش سمكة ارش طيب كلمة زي كلمة تراش قمامة اكتبها ازاي ت ت حرف ايه ده ت ت ر حرف ار ترا ايه تراش اه انا عارفة ان الساوند ده ش يبقى ايه على طول اس مع اتش يبقى كده كتبت كلمة تراش قمامة طيب كلمة ايه تاني فش سمكة ف ف ف حرف الاف طيب الاي كأنها كسرة صغيرة الاي كأنها كسرة صغيرة هكتب الاي في ش اس اتش على طول فش سمكة كأني باشتهجأ الكلمات كأني بالضبط باشتهجأ الكلمات زي في العربي كده طيب شار بنر مش هنعرف نكتبها عشان كبيرة لأ عايدي هنعملها ازاي بصوا كده ش ش حرف ايه ده ادي الاس مع الاتش خلاص كده انا كتبت حرف الاي الشين ش حرف ايه ده مد الالف او على طول حرف الاي ش حرف ايه ده ار شار بي بي حرف البي بي تقيلة بي بكسرة اي بالن حرف الان ار اي ار كتبت كلمة شاربنر الكبيرة اشتهجأ الكلمة هعرف اكتب اي كلمة تمام كده كلمة شاربنر كلمة ايه تاني ما كتبناهاش شي بخروف اكتبها ازاي بصوا مع ايه ش ش حرف ايه ده اس ايتش على طول انا عارفة بقى ان حرف الشين اللي هو الاس والاتش شي يبقى ايه كاني كسرة كبيرة كاني مش احنا في العربي عندنا فتحة وكسرة ودمة كاني كسرة الكسرة على طول مرتبطة بحرف الاي عندي كسرة خفيفة حرف الاي كسرة تقيلة شوية بقولها بدوس عليها شوية حرف الاي طيب انا كتبت شي كتبت كده طيب بس التيتشر بينطقها يعني هو بيمليني بيقول لي ايه شي لقيت ال اي ايه طويلة شوية صح لما ال اي تبقى طويلة شوية هتبقى اتنين اي ضبل اي او اي وبعدها اي حسب بقى حفظ الكلمة خلاص هنا شي يبقى اي وبعدها اي تاني شي بقى حرف البي كده كتبت شي بقى خروف تمام طيب كلمة تي شيرت تي شيرت انا عارفة اهو اولها تي تي وبعدين بعمل شرطة هي الكلمة بتكتب كده عشان اولاد كثيرة بيسألوش معنى الكلمة دي كده ش هنا ايه بقى انا عارفة ان الش على طول اس مع اي ش كسرة خفيفة قوي اللي هي ايه بقى ش ر ر ر ر حرف ايه ده ار شيرت حرف التي كده كتبت كلمة تي شيرت عرفتوا بقى ان اي كلمة اقدر اكتبها طيب يلا بينا بقى نشوف نعرف هنعرف نحل مع بعض ولا ايه هن اه هنقلب الصفحة على بيج وان هندرد ان فيفتسي اه فور وهنعرف اه 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 انا اسفى عشان انا حليت لان كان الفيديو وتقطع فكملته تاني بصوا معايا هنا دي صورة عربية وهنا اول سؤال بيقول لي ايه بيقول لي listen circle and write listen عشان تبقوا متابعين معايا احنا في بيتش وان هندرد ان فيفتي فور في كتاب المعاصر listen circle and write استمع و اه حط دايرة واكتب اول حاجة هو احنا شايفين الصورة ماشي عشان نعرف نحل السؤال ازاي شايفين الصورة قدامنا اعرف الصورة دي صورة ايه صورة عربية هي عربية يعني ايه car طيب هي car هو كاتب لي c وهلاقي ايه مكانين فاضين لحرفين لتو لترز الحرفين دول ال-sh ولا ال-ar لأ k a a ها اقول له كده a a صوت اي ده صوت ال-a على طول او ال-a مع ال-r هحط circle على ال-ar وهكتبها تحت طيب هنا دي صورة ايه دي سمكة ارش مكتوب s-h و to space كده يعني في مكانين فاضين وفي ك شا شا a a صوت اي ده ال-a يبقى على طول نقص ايه a-r shark طب trash مكتوب هنا اهو كده trash ايه ده sh على طول يبقى sound بتاع ايه بتاع الحرفين اللي بكتبهم ايه s-h اللي بيدوني sound بتاع حرف ال-h طيب هو هنا بيقول لي ايه بيقول لي syllable يعني المقطع دايما بقول لكم ربوتو كل يعني اللغة العربية باللغة الانجليزية يعني فيه حاجات كده انا لقيا ايه متفقة في حاجات شوية المقاطع انتو عندكم في العربي تحليل الكلمة المقاطع صوتية صح برضو في الانجليز نفس الكلام على فكرة ازاي يعني انا هنا لو عندي كلمة زي كلمة car هتبقى مقطع واحد بصوا مش انا بقولها مرة واحدة كده car car انا بقولها car لا car صح سمكة يعني ايه fish fish نطقتها مرة واحدة مقطع واحدة يعني مرة واحدة سوري shirt shirt مقطع واحد اميس بزرائر فرق بين shirt يا ولاد و ti-shirt shirt اللي هو القميس اللي بزرائر اللي يعني اللي بابا بيلبسه تمام اللي بيبقى فيه زرائر انما ti-shirt ti-shirt العادي اللي احنا بنلبسه ti-shirt ti-shirt بقى two-sellers مقطعين ti ti كأنها مقطع و shirt يعني انا حتى في النط بقى في كده ti shirt صح طيب sharp بقى علشان كلمة كبيرة شوية فبقى استمها لثلاث مقاطع ازاي sharp n r sharp 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 تمام طيب تعالوا نشوف يلا احنا نسيب الصفحة diation homework turn page احنا نفتح صفحة one hundred and six and fifty six تمام يلا بينا نشوف السؤال ده ايه look read and take true انظر و اقرأ يعني انظر للصورة اللي قدامي و اقرأ اقرأ الكلمتين اللي قدامي دول وبعد كده حط علي true عند الكلمة الصح تمام عشان فيه ولاد بيبقوا عارفين الحاجة الصح هما صوهيرين كده بس مش بيبقوا عارفين يعني يحلوا السؤال ازاي بيت لغباتهم طيب بصوا هنا احنا هنبص للصورة دي هي الصورة دي صورة ايه صورة محل طيب ماشي هو الكلمتين اللي قدامي ايه تعالوا نقرأهم كده sh يبقى sh 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 والكلمة التانية ايه دي لأ shib ما خدنهيش يبقى محلي يعني ايه shub يبقى هكتب علامة true اللي هي الصح هنا بسو في المربع اللي جنب الكلمة الصح طيب يلا نشوف رقم 2 الصورة دي صورة ايه كمامة صح هي كمامة يعني ايه trash فين كلمة trash هنا اهي يبقى هعمل علامة true فين هنا تمام طيب رقم 3 صورة ايه دي صورة خروف خروف يعني ايه shib shib ولا shirt اهي shib يبقى علامة true فين اهي طيب دي صورة ايه سمكة قرش سمكة قرش يعني ايه shark اهي فين 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 اهي شطرين يريد تحلوا معايا كده وفتحين الصفحة وتحلوا معايا بصوا هنا بقى في exercise number two listen and circle استمع وحط دايرة اه يعني ايه استمع هو هنا هينطقها لك هينطق لك الكلمة دي وبعد كده انت هتشوف في three pictures اللي قدامك دول في التلات صور اللي قدامك دول ايه الكلمة الصح فيهم sharp 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 يعني ايه براية هروح على طول لبراية واحط عليها circle طيب بعد كده t-shirt t-shirt فين يعني ايه t-shirt اهو يبنلبسه على طول حط عليه circle هنا كلمة car car يعني ايه عربية يبقى حط circle فين عند العربية هنا يلا بسرعة نروح لبيج one hundred and fifty seven ونشوف exercise number three listen and write the missing sound استمع واكتب الصوت النقص هو بيقولك ايه مش تكتب الحرف لأ sound sound يعني الصوت لان الصوت هنا من حرفين تمام طيب هنا ايه بقى ش ش ش ش يبقى ايه حرف ايه على طول ها حرفين ايه s مع ال h bravo عليكم ادي ال s وجنبها ال h كده خلاص انا كتبت الساوند بتاع ش حرف الش طيب ش r r r ايه r اه ايه r على طول تمام طيب تعالوا هنا نشوف exercise number four look read and write انظر واقرأ واكتب عندنا تلات كلمات وبيديني صورتين وبيديني كمان two sentences جملتين واكمل بكلمة من دول يلا نشوف اول صورة صورة محل طيب sentence اللي عندي الجملة اللي عندي بتقول ايه she has a show هي عندها show يعني حزاء نقط a in cairo طب شو يعني احزاء هي عندها ايه بقى محل احزاء محل احزاء محل يعني ايه بقى او انا عارفة ان محل يعني shub يبقى هاختار shub كده وهكتبها هنا ها sh yolo نكتبها مع بعض sh 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 show o shub اهو كتبت shub طيب هنا number two i put my e in the bin انا اضع put اضع e in the bin في سلة الكمامة اضع ايه طبعا الكار ولا trash كلمتين الفضلين trash طبعا اكتب trash ازاي ازاي اهي ت ra trash كده trash تمام طيب يلا exercise number five circle and write حط دايرة واكتب عندي صورة خروف تمام طيب هنا sh 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 حرف ايه ده حرفين على طول s مع الh يبقى كده sound اللي نقص حرف sound sh هنا fish sh نقص ايه sh على طول تمام وطبعا بكتبها هنا تاني بعد ما احط circle عليها طيب عشان هو بيقول لي ايه circle and write طيب هنا دي صورة ايه محل نقص ايه برضو s مع الh احط circle على sh واكتبها هنا s مع h تمام طيب هنا بصوا بقى كده درسنا خلص يلا نشوف الhomwork بتاعنا الhomwork بتاعنا page 155 في الكتاب بتاعنا هنكتب الكلمات دي الكلمات هنكتبها ازاي زي ما احنا عارفنا مش هنكتب على طول fish على طول f f f اي 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 لا ولا كده لا لازم لازم استخدم التلات حواس اعمل ايه اشوف اسمع اكتب اعمل ايه بقى المس يعني ان انا بكتب بادي هعمل ايه هستخدم ايه دي ان انا هكتب الكلمة بس هكتبها ازاي بالطريقة الصح هكتب ايه اي دي ال f هكتب كده اي دي ال f كتبت طب اكتب وانا سكتة لا لازم اكتب وانا ايه بانطق الحرف عشان وانا بنطق هسمع نفسي اهو اف وهعمل ايه وانا بنطق هشاور على الحرف وبص بعانايا لازم اعود ولادي على كده يعني يبقى انا وانا بكتب الكلمة هتضحفر جوا مخي هقدر ان انا افتكرها على طول وهكأني كده بلقطها من الكتاب كأني باخدها من الكتاب كده وبحطها في مخي على طول صدقوني كده الطريقة دي هتثبت قوي يعني هعمل ايه هكتب كده اف وانا ايه وانا ابني مسك القلم ههو كده هيكتب اف وبعد كده اي كل حرف بيكتبه هينطقه اس ايتش خلاص كتب اول لاين كتب اول سطر هيقول ايه بقى فش نطقها هيرجع للسطر التاني اللي بعده وهيكتبه وهيقول نفس الطريقة خلاص بعد ما يخلص كلمة فش دي مجرد كتبها على فكرة مرتين مش لازم بقى عمودي وينزل بالسطر وكده خلاص هيب احفظها تمام لازم انطق واكتب يعني انطق بصوت اسمع نفسي انا نطق الحرف واكتب وكمان ابص للحرف كويس وانا بكتبه طريقة دي تثبت الكلمة جدا في مخي عندي بقى في الكراسة التفاعلية بقية الهومور اللي هي انتر اكتف نوت بوك دي كراسة التفاعلية هعمل ايه هجيب البيتج اللي فيها يونت سري فيها علامة المقص دي وهقص سورة وهحطها هنا شيب يعني ايه خروف وسورة شارك ها سمكة قرش وهلزقها هنا كده خلص درسنا النهاردة باي باي